موسيقى يلا يا بش مهنس فيديو كمان بقى عايزين نكمل فيه اللي احنا كنا وقفنا منه الفيديو اللي فات نكمل مع عندي question number 19 يلا على مهلك يا دكتور بيقولك في number 19 are you shaved the tube the radius of one side is twice the other فاكر اننا قلنا انه الاريا equals pi r squared الاريا بتاعت الـ cross section الاريا على شكل دايرة الدايرة الاريا بتاعتها pi r squared تمام الاريا directly proportional to square the radius شرحناه في الحصة تمام يبقى اللي عنده radius double يبقى عنده area four times ولايك تاني الاريا بتاعي double بتاعك يبقى الاريا بتاعتي four times بتاعتك لأن الاريا directly proportional to square the area ارسم بقى على مهلك أنا عندي U shaved tube بيقولك إيه radius of the first is twice the second يبقى الاريا of the first is four times the second أوكي على مهلك كمل بقى معايا بيقولك إيه مكي was pulled to a certain height ماشي قدت لي ادي certain height كده وخلص تمام كمل معايا كلام بيقولك إيه طبعا لو دي إيه تبقى دي أربعة إيه ماشي كمل معايا كلام بيقولك إيه اكس قنون هو بيقولي أنه هو قنون يبقى أكيد كمان عايزه تمام was pulled from the thin thin branch هحط من هنا ووتر طيب عمل إيه الووتر اللي نزل ده قالك نزل الـ level من هنا أربعة سنتي طبعا لمهلك لما نزل من الدقيقة أربعة أطلع من الواسعة اللي أربعة أضعاء فيه واحد جدع يبقى نزلت من هنا أربعة وطلعت من هنا واحد يبقى الفرق ما بيننا خمسة تمام يبقى نزلت من هنا طلعت من هنا حلوة قوي قوي والفرق ما بيننا كده حتة دي بخمسة وحطيت ووتر to a certain height أنا لا أعلمه يلا عود بقى بالإيكويجن بتاعتنا رو 1H1 equals rho 2H2 طيب هنا النهية بتاعت الووتر رو ووتر equals ألف طيب H ووتر is unknown هو أيل إنه X طيب رو 2 بتاعت المركريب تلات عشر ألف وستمية والهيد 2 أهوت بفايد أعرف أجيب H1 ولا لأ يطلع لي ب13.6x5 اللي هو تقريبا كده تقريبا ب68 سنتيمتر دي مسألة بتاعتي يولو كم من معايا number 20 بيقولك السيستول مرحلة السيستوليك براشر بيبقى فيها ضغط الدم عالي بيوصل لغاية مية وعشرين طور حلو قوي أما كامل معايا بقى أما مرحلة الدياستوليك براشر الدياستول بيبقى فيها البراشر وليل بيوصل لغاية تمانين طور زي فرق ده كده الضغط بتاعك يبقى مية وعشرين على تمانين كمت معايا كده number 21 Mercury Manometer يلا بص كده على الولاق اللي فيلك بقى باش مهندس قلنا قلنا انه المانومتر الاكويجن بتاعته انه دلتا اللي هي الabsolute value بتاعك pressure gas atmospheric pressure equals rho gh تمانا تعال بقى مطلع الغيبنز اتعتنا قوانا بيقولي ده مكري يبقى الروق تعتبر ب13600 ده واحد اثنين بيقولي if the difference gas pressure difference gas pressure difference يبقى ده دلتا pressure ميديوني بقى يا راش مهندس ميديوني يا دكتورو انه هو طالع معي باثنين اتماسفير طيب انا هينفع اشتغل باتماسفير لك بص بقى على الورقة انا واقف في اتماسفير لازم اروح لباسكال بروح لباسكال بعمل الطايمز طايمز زي الفل قبل بقى ما نكمل قبل ما نكمل هومي كده باللي عندك يبقى 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 أعرف يجيب H ولا لأ، آه هودت 13600 و 9.8 نحلة الثانية بالضبار ده طلقت H في الآخر أنه هو طغر ب 1.52 متر وهو ده فعلاً أنه هو عايزه يبقى ده نومبر 21، نومبر 22 بيقول لي إيه بقى If the barometer reading is كذا And the manometer reading is كذا على مهلك، على مهلك ولا، الفونكشن بتاع الجهاز البرامتر كانت أنه هو بيقيس الأتموسفيريك براشر يبقى قريته هي أتموسفيريك براشر، تمام؟ يلا بقى أتموسفيريك براشر هو بيقول لي أنه هو كان 1.013 x 10 power 5 كمل معايا بيقول لك And the manometer reading ما لها المانometer reading؟ المانometer reading دي هو الفونكشن بتاعته إيه؟ Finding gas pressure يبقى الإغلاب بتاعته؟ أنه هو بيتطلق البراشر بتاع الجهاز بكام؟ تمام؟ البراشر بتاع الجهاز 2.0 2.6 times 10 power 5 تمام؟ أنا كده معايا البراشر بتاع الجهاز ومعايا الأتموسفيريك براشر وكده كده ما دم فيه براشر الجهاز تبقى دي مسألت إيه؟ مانometer صح؟ يبقى دلتا براشر معايا هاعمل 2.026 times 10 power 5 مانس الأتموسفيريك براشر 1.030 times 10 power 5 لو بس عرفت إيه السابستنس اللي موجودة؟ هعرف اطلع الـ H صح؟ يلا بيقول لك يبقى الـ H يبقى الـ RU بتاعته بـ 13600 أعرف احيله ولا لأ؟ اه يبقى الـ RU بـ 13600 والـ G بـ 9.8 ما عنديش قانون غير الـ H نفس المسألة اللي فاتت تقريبا هتودد 13600 والـ 9.8 الناحية التانية وهتطلع الـ H بقيت انه هو 0.76 cm تمام number 23 بيقول لك ايه 23 2 beakers of same geometry of same geometry يعني عندهم نفس الـ Area والـ Volume وكل حالة تمام ما لهم بقى 2 beakers of same geometry containing أو filled with different substance تمام The height of the first substance is double that of the second دي مسألة ratio يلا على مهلك The height of the first substance اه دي عندي 2 beakers ده 1 وده 2 The height of the first is double the second يعني لو ده H يبقى ده 2 H صحة ولا ايه؟ ها مقتنع؟ يلا نكمل بعد كده كامل بقى معايا But the density of the first is four times the second يلا الدensity of the first is the density of the first is four times the second سوري سوري فيه غلط عندنا فيه غلط فيه غلط بيقول لك If the height of the second is twice the first If the height of the second is twice the first يعني لو دوت بإنش يبقى دوت بإنش تمام كامل معايا But the density of the first is four times the second يبقى ده كبير وده صغير يعني لو ده برو يبقى ده بربرة رو طيب تعالى نعمد compare ما بين البراشر بتاع ده والبراشر بتاع ده والله البراشر 1 على الراشر 2 يعني رو 1 جي اتش 1 over رو 2 جي اتش 2 طيب جي مع جي ويبقى ده رو 1 اتش 1 على رو 2 اتش 2 أغلط كده طيب يلا رو 1 أربعة رو اتش 1 باتش طيب رو 2 برو اتش 2 باتنين اتش اذا دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي ويبقى قال ان ratio between pressure 1 على 2 equals اربعة على اتنين اللي هي اتنين على واحد يبقى البراشر بتاع الاولاني اتنين من بتاع الثاني يبقى مين عنده اعلى جميل اكيد البراشر بتاع الاولاني يلا اللي بعده what would be the reading of a weight balance weight balance الميزان اللي عندك ده الاراية بتاعته هتبقى ايه على مهلك كده على مهلك weight balance يعني هو عايز مني ايه عايز weight او عايز mg حلو لو طلعت الماس المسألة هتخلص يلا بقى بيقولك if a body of surface area a body of surface area ten meter square الحمد لله مش هحول and performing pressure of zero point two كيلو باسكال الكيلو ب ten power three يلا يا راش مهندس pressure equals force على area عوب باللي عندي pressure zero point two في ten power three equals الفورس اللي انا مش عارفه مش عارف الفورس بس الفورس المراضي على weight balance وانا واقف على ميزان يبقى الفورس اللي بيضغط على الميزان mg weight صح واللي غلط يبقى الفورس المراضي هو weight صح طيب والارية عندي بتاني حلوة قوي هيطلع لي في الاخر انه راية weight balance هتطلع equals الفين والويت the force بيتقاس بالميوتان تمام number twenty five number twenty five مالها بيقولك ايه you can find out how well the car tire is filled by using of the car tire قولنا نخلي الراجل يحط البنفه في الكويتش ويقرى من عال manometer جدع يبقى by use of manometer device you can also find out how well a car battery is charged by measuring its density قولنا هنجيب الدنستي نقيس ال H2SO4 القونج المفروض انه كونج هقيس بقى الدنستي بتاعته قد ايه؟ لو عالية البطارية تمام لو وطية البطارية مش كويسة يلا twenty six space is defined as the height of air column at sea level a هو the height of the air column air column قلناه في الحصه the atmospheric pressure the atmospheric pressure is defined as the height of air column at sea level while a is defined as the pressure ركز 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 as the pressure when the force acting per unit area is one newton بلى as ركز الحاجة اللي بيقسها لما كل حاجة تانية تبقى one space is the pressure لما الفورس اللي acting في اريا واحدة تبقى one newton يبقى هو بيعمل define لإيه؟ measuring unit measuring unit إيه؟ الباسكال اركع كده لحصة المراجعة قلناها باسكال is the pressure when the force acting per unit area is one newton يلا كمل معي number 27 بيقول a certain liquid was found to perform a pressure of اتنين اتموسفير علاماتك 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 a certain liquid was found to perform a pressure of اتنين اتموسفير يبقى الpressure مدهوني اتنين اتموسفير أحول إزاي؟ اعمل times one point zero thirteen times ten power five الله ينور عليك طيب كمل كده معي when poured to a height of one hundred fifty two سنتيمتر طيب هاشتغل بالصمتي لا هحول طيب اعمل times ten power negative two قبل ما كمل قبل ما كمل هو pressure equals روجي اتش صح ولا ايه؟ طيب عوض كده يبقى times one point zero thirteen times ten power five equals رو بتاعت السبستنس انا معارفواش بس اتشجيب nine point eight واله of one hundred fifty two times ten power negative two اعرف اودي دول الناحية التانية واجيب الرو اللي انا هستخدمه هستخدمه هستخدم فيه الليكويد ده على مهلت بقى فاكر اكويشن البرامتر واريدين ببتاعته غباره عن انه انه atmospheric pressure equals رو جي اتش where اتش is the height of the liquid column in the tube تمام تمام كمل كده معايا بيقولك pulled in it to a height in the overturned test tube اللي هي قولنا عن حطاب المقلوب فالهيط يطلع بيها شوية of seventy six centi عوض كده معايا عوض معايا الروح هتطلع الروح هتطلع الروح هتطلع ب13600 حلوة قوي والجي ب nine point eight اما الهيط هو من ديوني ب seventy six centi حولهولي تمام طلع لي الكلام ده يطلع معايا ان هو one point zero thirteen times ten power five ده ايه ده ايه طلعته بايه بقى طلعته بباسكال جدع هو عايزه عايزنا نطلعهوله in atmosphere and power طيب على شناعي ارجع 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 لاتموسفير من باسكال بعمل divided one point zero thirteen times ten power five فهيروحوا مع بعض فيطلع equals one atmosphere تمام طيب one atmosphere يعمل كم بار؟ يعمل one point zero thirteen بار الله يباك لك يلا بقى خش معايا في اللي بعده number twenty eight twenty eight if an iron nail requires at least a density of كذا of 13600 in order to float over the surface of this liquid تمام would a substance would it float over a substance of 16000 and volume one point two liter على مهلك على مهلك فاكر شرحنا فاكر شرحنا في الحصه قولنا مش بالحجم بتاعك بمفعولك ايوه يعني ما عودش عشر ساعاته زاكر مش ده المهم المهم ما عود ساعة واحدة بس يبقى فيها بركة ولازمة زي ما مصمر معفن يعرف ينزل في المية وحتة خشب قد كده تعوم يلا بقى على مهلك بص معايا كده هو بيقول لي انه least density row least علشان اعمل floating 13600 حلو حلو يبقى يبقى طول ما انا الدنستي بتاعتي اللي اطلعها اتقل من 13600 المصمر هيفضل بيعمل float كل ما تتقل تنزل تحت يبقى انا عايزة بقى اعلى من 13600 عشان المصمر يفلوت تماما هو مديني ايه بقى عم السابستانس اللي معايا مديني انه الماس بتاعها equals يلا اتناشر الف كيلو جرام طيب ومديني انه الفاليوم بتاعها 1.2 ليتر احاوله into ميتر كيوب دفاع من 10 power negative 3 معايا ماس وفاليوم اعرف اطلع روها رو اقوالز ماس على يبقى 1200 سوري اتناشر الف على 1.2 time 10 power negative 3 حط الكلام ده على الكالكيليتر يطلع لك 10 power 7 ينهرسوا وده رقم كبير جدا واكيد اكبر من 13600 يبقى ايجابة السؤال would it float ولا لا اكيد مدام انا الدانستي بتاعتي عالية قوي كده يبقى اكيد هعمل float تمام يبقى it will float number 29 if human ears if human ears if human ears if human ears كانت under blow more than ثلاثة اتموسفير ثلاثة اتموسفير وكانت under blow more than ايه ده يكونش ده pressure max اه هو فعلا pressure max طيب مديوني بتلاثة اتموسفير يبقى احوله الباسكال اعمل times 1.013 times 10 power 5 عسل كمل معايا كده nc water of density 1050 المرة دي هو بيلعبك المفروض كنت هعوض انا مع نفسي بروتر انها ب1000 اندهلك ب1000 خلاص طيب عوض بروتر ان هو ب1000 وخمسينة يبقىروتر equals 1050 زي الفل زي الفل كمل كده بقى will a diaper be able to swim at a depth of 0.2 كيلو يعني هو بيسألني لو انا عند depth 0.2 كيلو حول هاي 10 power 3 هل اقدر اعوم ولا لا والله هاسأل نفسي سواء هو maximum pressure بكزا اعرف طلع منه maximum height اقول لا اعرف اللي هو maximum depth طيب لو maximum depth اقل من الرقم ده يبقى انا ماقدرش اوصل للدكس ده تماما لو اكتر يبقى انا اقدر اوصل عادي يبقى انا لازم اطلع maximum height او dict يعني يلا pressure max pressure بيبقى ماكس لما رو جي اتش تبقى ماكس بس المرة دي ده سي ده دايبر يعني ده open container يعني انا هزول اتموسفارك pressure حلوة قوي الpressure ماكس عنده بثلاثة times 1.013 10 power 5 حلوة رو ووتر خلي بالك ان هي بالف وخمسين وش دي بـ 9.8 في اتش ماكس اللي انا مش عارفها plus اتموسفارك pressure بص في ايدك على الورق هتلاقي ان هي بـ 1.013 times 10 power 5 ايه ده ما عنديش قنون غير اتش ماكس صحة ولا غلط اعرف هتطلع ولا لا الاول وديد اللي بالـ plus ده الناحية التانية هتطلع اتش ماكس وطلعت اتش ماكس ان هي في الاخر 19.69 متر اذا ده اقل بكتير قوي من 0.2 times 10 power 3 اقل اقل وحية امي اقل ده اقل من ده مش 0.2 times 10 power 3 طيب ده اقل من ده يبقى انا اقدر اوصل ولا لا 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 ما هو الماكس اللي بتاعي 19 متر و 0.2 times 10 power 3 يعني 200 متر لا انا مقدرش اوصل يبقى 1000 اوكي يعني 13.6 في 1000 يعني 13600 يبقى انا طلعت الدنس دي تمام هز اماس اف مديني بقى الماس انه هو ب 13600 بيقول لي was poured into a cube was poured into a cube to fill it يبقى انا هاملة كيوب عايز اعرف السايد بتاع الكيوب بكان يلا على محلك رو اقل ماس على عود باللي عندك يبقى 13600 equals 13600 على الفوليوم دي تروح معدي ويطلع لي الفوليوم انه هو equals one والفوليوم بتاع الكيوب هو برع عن سايد power 3 يبقى equals one حط ده under كيوب كروت تطلع السايد انه هو كمان equals one نكمل نكمل يا جماعة نكمل number 31 بيقولك which of the following doesn't affect the density يلا على مهلك يقولك مين مين of the following doesn't affect the density يلا مين ما يقصرش على الدنستي من دول اولا تعال احدا نكتب الفكتورز وما نستنوش احنا قلنا ان انا عندي اتنين فكتورز طبيعيين اللي هو ضاير اجتماع الماس وامر السماع الباليوم حلو وبعدين انا اقنعتك باثنين كمان اللي هما the kind and temperature ما هنا لما غير the kind الاتوميك ما سيتغير فالماس هيتغير تمام ولو غيرت temperature او زودتها هيبتدوا يبعدوا عن بعض فال intermolecular spaces تزيد فال volume يزيد طيب يبقى دي الفكتورز اللي عني يبقى اولا ايه temperature لا تهميني قايم تهميني intermolecular spaces تبعى temperature تهميني يبقى نو choice هنختار number 3 32 تهميني ايو shape the tube مالو لأيو shape the tube the cross sectional of one branch is twice the other تماما يالله قادي you shape the tube the cross sectional area of one branch is twice the other على محرك مالو بقى بيقولك it was found that after pouring a certain amount of water يبقى انا هحط a certain amount of water كده بالشكل ده عصل كم المعارب then adding an amount then adding an amount of organic substance from the wider branch يبقى انا هحط organic substance organic substance حاجة معرفوش بس هي from the wider branch تماما بيقولي ايه بقى the water level got lowered by two على مهلك لما انزل من الواسعة اتنين اطلع من الدايقة ستة جدع sorry لما انزل من الواسعة اتنين اطلع من الدايقة اربعة فيبقى الفرق ما بيننا ستة تماما يبقى انا هنزل من هنا اتنين وهطلع من هنا اربعة فيبقى الفرق ما بيننا ستة حلوة قبل حلوة تماما وفيه organic substance اتحطت انا معرفش عنها اي حاجة تماما كمل معي مديني relative density بتاعت ال organic substance ان هي ب12.2 ب12.2 طيب امشي معي على مهلك 12.2 اضربها في الف وهاته دانستي يبقى هطلع الرو انه هي ايكويلز اتناشر الف ونتين تماما اعوت بقى كده معايش الددي خط فاصل هنا كده يلا رو وان اتش وان اكويلز رو تو اتش تون ماشي رو وان رو وان بتاعت الووتر بالف حلو او اتش وان اهوت ستة تماما طيب رو 2 اهي انا نطلع رو ارجانيك السابستنس ب 12 الف وانتيني. في اتش تو انا الحقيقة ما كنتش عارف اتش تو ده بكاني. بس اقدر دلوقتي اطلعه صح? هطلع اتش تو يطلع معي بزيرو بوينت فور ايت ناين ميتر. اه سوري سنتيمتر. تماما. كده حليت نمبر ثورتي تو. نكمل نمبر ثورتي ثين. نكمل نمبر ثورتي ثرية لكتر. يلا نكمل نمبر ثورتي ثرية باش مهندس. بيقولك. what would be the height of a tower? height of a tower. اول حاجة تيجي في دماغي انه. دلتا اتش ايكوالز. ايوة جدع قانون الالتيميتر. البراشر اد باطر ماينز براشر اد طوب اوور و اير في جي. عصر. كمل كده معي. كمل كده معي. بيقولك ايه بقى. who's offered pressure regarding atmosphere. بيلاعبك قصده الاتموسفارic pressure at the top is 74.5. يبقى الpressure at the top 74.5 سنتيمتر. طيب. 74.5. انا ينفع اشتغل بسنتيمتر ميرتري. ولا لازم احول لازم احول لازم اشتغل بباسكال. تمام. ازاي اشتغل بباسكال. الاول هارجع من سنتيمتر ميرتري لاتموسفير. فاعمل divided وانا راجع divided. divided يلا بقى. over 76. تمام. وبعد كده. وانا رايح من اتموسفير لباسكال. اعمل times 1.013 times 10 power 5. زي full. كل ده الpressure at the top. حل. and the lower one is كذا. يبقى الpressure at the bottom ميرتري ب76 سنتيمتر ميرتري. طيب. هحول ازاي? الاول هارجع لاتموسفير يبقى هاسم على 76. وبعدين هروح لباسكال. يبقى هعمل times 1.013 times 10 power 5. ايه? تروح معادي. كمال. حي اللي بقى معايا يبقى يبقى delta h equals pressure at the bottom. اللي هو 1.013 times 10 power 5. minus pressure at the top اللي هو 74.5 times 1.013 times 10 power 5. over 76. يلا على متى. رو اير طلع معايا انه هي 1.3. انا حافظ في الجي اللي هي بـ الان اترة. مسألة هتحطها عالي خالكيليتر. هيطلع لك انه تلتا h بالاخر equals 156.9 متر. يبقى انا كده طلعت الدلتا h اللي هي يبقى التربط جاز او الجاز اللي في الكنتينر او الجاز اللي جوا الجاز اللي جوا الجوج كل دي اسامي للكلوزد كنتينر الجاز اللي انكلوزد هو هيلين ماعرفش ايه لازمتها بس اتعالى نكمل انا عندي انوووتر في المانومتر يبقى الروب بتاعتي بتاعتي الووتر بل عصر كمل كده معايا اف دي ديفرنس اين جاز برشور ايز متين كيلو باسكال يبقى بالدهاني صريحة واضيحة الحمد لله انو الدلتا برشور بمتين كيلو يبقى هامل قايمستين فاور سري باسكال قبل ما كمل قبل ما كمل قانون المانومتر قالك انو دلتا برشور ايكول زروجي اتش صحة ولا ايه طيب دلتا برشور يبقى 200 في 10 فاور سري ايكولز روب الف في جي بناين بوينت ايت في اتش مش عارفها اعرف اطلع اتش ولا لأ طلعت الاتش انو هي بتوينتي بوينت فور ميتر حتى لو الرقم مش منطقي شوية انو مفيش لبل ديفرنس في الدنيا عشرين متر بس ما كيش مشكلة المهمة بقى عادة حيلة مسألة دي طيب هو كان عايزي اصلا what would be the height of water لك خلاص يلا مسألة change بيقولك بيقولك تمام المسألة اللي بعدها بيقولك if the force acting is increased to four times and so did the area then the pressure will ده سؤال change على الpressure يبقى الpressure equals force على area طيب من هالاريا مالوا force sorry increased four times قالك كمان so did the area يبقى الاريا كمان increased four times دي تروح مع بيه يبقى يطلع لي ايه one يبقى إيه اللي عايحصل للpressure no change will stay constant تمام تكمل معي number 37 مسألة تقيلة مسألة تقيلة مسألة تقيلة عايزة حد كده يبقى بيفكر شوية والأعزب الله طبعا أنا عارف انكم متحبش تفكر بس معلش هنحب يلا بيقولك a grand hotel اولا grand hotel يعني building يعني يجي في دماغي قانون altimeter delta h equals pressure at the bottom minus pressure at the top over رو fg تمام كملك معي بيقولي انه انا عندي grand hotel height بتاعه height is 100 يلا يبقى delta h height بتاعه بمية حلوة قوي قوي كمل معي add its roof add its roof في pool اهو ده اللي جار ده اللي جار ارسم كده معي عندي اهو building حلوة تحت كده فوق عند الروف فيه pool اهو والبول ده مليام مية صح؟ في بقى دايبر شوف الباوخة في دايبر هيقوم هنا دايبر دايبر نازل يزبح في البول اللي في الطب يعني معلش نكمل نكمل يلا الهيض بتاع البلدينج ده مية طيب حلوة قوي if a swimmer can't undergo more than one meter depth يبقى ال swimmer اللي نازل يقوم ده هينزل هنا to depth of one meter تمام؟ كمل معي كمل معي لغاية ما نشوف هو عايز ايه؟ what would be the pressure affecting the swimmer؟ يبقى ال swimmer وهو في النقطة دي انا عايز الpressure اللي بيأثر عليه طيب ماشي الpressure اللي بيأثر على ال swimmer بتاع ال liquid هو رو جي اتش بس ده pool يبقى open container يبقى زو الاتموسفارة وقف بقى يا باشموهندس هو انا ينفع عوض هنا بانه الاتموسفارة pressure equals 1.030 في temp power 5 لا لا ما ينفعش احنا قلنا انه ده فاكر pressure at c level واتبعنا انه كل ما بنطلع لفوق الاتموسفارك pressure vl فعلى اغتفاع 100 متر فوق اكيد الاتموسفارك pressure تغير حلو يبقى انا معي الروب دي باية بقى والجي 9.8 الهيط هو ايه اللي انه بنيت لو هريك تطلع الاتموسفاريك pressure at the top أبقى هريك تجيب طيب يبقى انا الهدف بتاعي دلوقتي ان انا عايز pressure at the top بكامل طيب على مهلك عود كده معي بقانون الالتيمتر دلتة اتش اكول pressure at the bottom minus pressure at the top over رو ار في جي طيب معي ايه من دول؟ معي دة اتش ورو ار وجي حلو الpressure at the bottom كامل كده معي بيقولك اخر حاجة خالص knowing that the pressure at the bottom is 760 طول 760 طول لازم احوله يبقى الاول ارجع الاتموسفير يبقى هعمل divided 660 وبعدين اروح الى فاسكل اعمل times one point zero 13 times ten power five ديه تروح معدي عود بقى انا كده كمان معي pressure at the bottom يلا دلتة اتش بمي ايه equals pressure at the bottom one point zero 13 to ten power five حلو مينس الpressure at the top ده اللي انا همتواجيبه رو ار انا عارف ان هي ب one point three في الجيل اللي هي nine point eight ما عنديش قنون غير الpressure at the top تمام اعرف اجيبه ولا لا اعرف هتودي دول الناحية التانية بالtimes وبعدين تودي دول الناحية التانية بالمينس وما تنساش تودي المينس الناحية التانية طلقت الpressure at the top ان هو في الاخر كان 1026 بسكلا يبقى دوت الpressure at the top بسكلا يبقى انا كده طلعت اتموسفارية pressure ولا لا طلعتم عوض كده بقى يبقى الرو بالف والجي ب nine point eight والح اللي هو depth one plus atmospheric pressure ب 1026 هتطلع في الاخر ان pressure affecting the swimmer equals 11 0 316 بس كده يبقى دي كده number 37 هانت يا رجالة فاضل 38 و39 و40 يلا number 38 بيقولي ايه؟ بيقولي لو انا دلوقتي لو انا دلوقتي substance الماس بتاعي given as sixty times ten power negative two تمام تمام يبقى ده الماس بتاعي يلا الماس بتاعي الماس بتاعي يلا sixty times ten power negative two تم احول الطن يبقى اعمل times ten power three زي الفل كمل كده معايا كمل كده معايا and its density is 60 kg طيب كمل كده معايا what would be its volume هو عايز الvolume طيب رو equals mass على volume حلوة قوي هتودي دول مكان بعض بص في الورقة بتاعي الدائرة هتفهم هتلاقي انو الvolume equals mass على رو عود كده معايا الماس 60 times ten power negative two times ten power three على الرو اللي هي 60 دي تروح معادي وتم power negative two في ten power three تطلع انو الvolume بتن ميتر كود بس كده 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 مستحيل انو الاتنين اللي تحت اكتر يجب اكتر يا اما يبقى اقل فيطلع ناحيته الفوق صح ولا ايه بس كده كده مستحيل انو الاتنين لابلز يجو اد بعض ليه اصل في الحالة دي اهي اللي هو بيسأل عليها لما الاتنين لابلز يجو اد بعض ده معنان اللي بيضغط من هنا قد اللي بيضغط من هنا ولا ايه صح طيب واللي بيضغط من ناحية المفتوحة اتموسفارك براشر يبقى الجاز ترد جوه الجوج برضو اتموسفارك براشر يبقى دي اجابة number 39 number 40 بيقول لك mention live application on the following اولا الدنستي الدنستي قولنا عندنا اتنين application اولا اعرف how well the core battery is charged لاني بقيس الدنستي of H2SO4 تاني حاجة مادكل ان انا يا اما احل البول يا اما احل البلد when measuring blood the norm blood density should be from 1040 to 1060 لو انا اقل ابقى عندي انيميا لو انا اكتر ابقى عندي سيولة في الدم ولازم اتبرع طيب اما بالنسبة لتحليل البول لازم انه الدنستي بتاعته تبقى تقريبا الف وعشرين الف وعشرين وكلما الدنستي تعلى يبقى نسبة السموم في جسمك اكتر دي كده applications على الدنستي بعد كده applications على اننا بستخدمه على الشنائيس البلد لاننا قلنا ان هو بينقسم لحكتين يا اما systool يا اما diatool السيستول مرحلة block pressure بيبقى عالي مالي فيها فبيوصل الى مية وعشرين طور اما diatool مرحلة بيبقى block pressure قليل فيها فبيوصل الى ثمانين طور اخر حاجة عندنا application على المانومتر application على المانومتر قلنا بنستخدمه علشان نعرف how will the car tire is fill كده يا رجال احنا خلصنا مراجعة الفيزيكس كلها وجازين للامتحان يا رب تبقى استفدت يا رب على فكرة قول صاحبك الغبي اللى قاعد نستني حد يغشش ويفتح ويذاكر قوله المذاكرة جايله لغاية عنده وقول لنفسك انت كمان في حد بيحاول يساعدك ومش نستني مقابل بيتهيقلي زمان كنا بنشتغل وكانت العصة بفلوس ماشي دلوقتي انا جاي اساعدك ومش هايز حاجة عايز اساعدك فساعدني اساعدك ركز حل بالراحة وعلى مهلك معاك رقمي ولو محتاج اي حاجة سواء انت بتاخد معايا او ما بتاخدش كلمني وانا تحت امرك ما تقلقش احنا كلنا عايزين نشيل بعض لغاية ما نعدي الازمة اللى احنا فيها ربنا معاك ربنا معاك السنة اللى جاية ان شاء الله اشوفك جايب احسن مجموع في التاني شكرا شكرا شكرا